السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إرشادات الوقاية والمتابعة لوزارة الصحة والسكان لحالات العزل المنزلي للأطفال لفيروس كورونا المستجد الإرشادات التالية يتم تنفيذها لمدة 14 يوم على الأقل الالتزام بعدد خروج المخالط من المنزل طول فترة العزل الذاتي من الأفضل أن يكون برعاية الطفل فرد من أفراد الأسرة يتمتع بصحة جيدة ولا يعاني من أي أمراض مزمنة الاهتمام بنظافة المنزل من التهوية الجيدة للغرفة الاهتمام بتطهير الأسطح التي يتم لمسها باستخدام مواد مطهر مثل الكلور المخفف بمقدار 100 ملي يضاف إلى 5 لتر ماء للكلور تركيز 5% مثل أجهزة الكمبيوتر المشتركة مقابل الأبواب الهواتف المنزلية تجهيزات الحمامات الطاولات بجانب السرير مع ضرورة ارتداء كفزات مططية أثناء التنظيف أثناء العطسة أو الكحة يجب عليك أن تغطي الأنف والفم بمنديل ورقي ثم تتخلص منه بوضعه داخل كيس يتم غلقه وإلقائه في الكمامة أو في سلة المهملات الخاصة بها واخسل يديك فورا بالماء والصابون غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل تجنب لمس العين والأنف والفم بأيدي غير مخصولة قم بتخصيص الأدوات منزلية للطفل المعزول مثل الأطباق والأكواب والمناشف والفراش والملابس بعد استخدام هذه الأدوات من جانب الطفل المعزول يجب غسلها جيدا بالماء والصابون مع ضرورة ارتداء الكفزات المططية أثناء الغسيل يجب عليك شرب السوائل بكسرة مراكبة درجة الحرارة الطفل كل 8 ساعات إذا حدث أي عرض من الأعراض التالية لك أو لأي فرض من أفراد الأسرة استشر الطبيب أو اتصل بالخط الساخن 105 مباشر عند ظهور بعض الأعراض الآتية 1- صعوبة في التنفس بما في ذلك زيادة ضيق الصدر والاختناء وضيق التنفس بعد الأنشطة 2- الكحة 3- ارتفاع درجة الحرارة الجسم إذا استدعى الأمر التوجه إلى المستشفى حافظ على ارتداء الكمامات وتجنب المواصلات العامة والمزدحمة قدر الإمكان يجب على أفراد الأسرة البقاء في غرفة غير غرفة الشخص أو الشخص الخاضع للعزل الذاتي المنزلي قدر الإمكان والبقاء على بعد حافظا وحفظا على سلامة باقي الأسرة موسيقى 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 موسيقى